موسيقى إذن لقاء جديد وحلقة جديدة من وراء الحدث نتابع فيها الإمارات والصين نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية فما هي انعيكاسات ذلك على التعاون الخليجي الصيني؟ بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي عام 73 الجيش السوري في طريقه لاستعادة القنيترا من قبضة المسلحين فماذا بعد؟ موسيقى أهلا بكم هي أول زيارة لرئيس صيني منذ 29 عاماً وأول زيارة خارجية للرئيس شي جين بينغ منذ انتخابه وإذا لجأنا إلى لغة الأرقام في علاقات البلدين نجد أن زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل تتويجاً لعلاقات استراتيجية بين البلدين وهنا نحن بحاجة إلى طرح عدد من التساؤلات ما الذي يقف وراء نجاح العلاقات الصينية الإماراتية؟ وماذا يحتاج كل طرف من الآخر؟ وهل تسعى بكين إلى تعميق علاقاتها الخليجية؟ وكيف تنعكس هذه الزيارة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين على مجمل العلاقات الصينية الخليجية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي في الجزء الأول من هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقرير لا يمكن اعتبار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جيم بينك إلى الإمارات حدثاً عابراً وإنما تحمل في طياتها الكثير من المعاني والمدلولات خاصةً وأنها تعد أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً لبلاده وهو أمر يعطي أهمية لهذه الزيارة ودليلاً على عمق العلاقات المتينة التي تربط كلا البلدين والتي شهدت تطوراً مستمراً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة إن العلاقات بين دولة الإمارات والصين تعتبر علاقة تاريخية لأنها بدأت في وقت مبكر واستمرت في التطور والتعزيز طوال هذه الحقبة التاريخية يعني في حدود عشرين لثلاثين سنة يعني لخمسة عشرين سنة الإمارات على مدى سنوات متتالية كانت ولا تزال ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق للصادرات الصينية غربي آسيا وشمالي إفريقيا كما أن هناك توافق بين الصين والإمارات في استراتيجيتهما التنموية وقد قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام الف وتسعمائة وأربعة وثمانين من ثلاث وستين مليون دولار إلى ما يقارب الخمسين مليار دولار أمريكي في العام الفين وسبعة عشر إنه الوقت المناسب الذي تأتي به هذه الزيارة خاصة وأن الهدف منها هو زيادة حجم المشاريع الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين وكما نرى فإن الإمارات تشهد نموا هائلا في القطاعات الاقتصادية والتجارية لذلك هي فرصة رائعة لهذا البلد لزيادة فرص الاستثمار وزيادة حجم الواردات القادمة من الصين وتصديرها لإضافة إلى أنها فرصة للطرفين لزيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى الصين خاصة الصادرات المتعلقة بالمواد النفطية وكل ما يتعلق بالثقافة الإماراتية إضافة إلى ذلك فهي مهمة في عملية زيادة التبادل الثقافي بين البلدين أمال كبيرة معلقة على هذه الزيارة بشكل خاص وتوسيع لآفاق التعاون وصداقة بين بكين وأبو ظبي هذا معكسته تصريحات أكثر من مسؤول إماراتي حول مدى أهميتها وما يندرج تحتها من تعميق لأواصر التعاون التجاري والثقافي والعلمي بين البلدين تؤكد الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى المكانة الهامة التي حققتها الإمارات في شتى القطاعات خاصة وأنها الجولة الخارجية الأولى التي يقوم بها الرئيس الصيني بعد انتخابه رئيسا للبلاد والتي من المتوقع لها أن توثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة القطاعات عبدالله الزعبي قناة الغد أبو ظبي أهلا بكم جديد وأرحب بضيوفي في حلقة الليلة معي هنا في الستودي دكتور محمد سيد فرحات المتخصص بالشؤون الأسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من دبي معي سيد زيدة الشامسي رئيس نقابة المحامين بالإمارات وأيضا معي من الرياض دكتور علي القحطاني أستاذ القانون الدولي أرحب بكم ضيوفي الكرام وأبدأ هنا من الستوديو ومعي دكتور محمد ماذا يعني اختيار الرئيس الصيني دولة الإمارات في أول زيارة أو محطة أولى في زيارته الخارجية منذ إعادة انتخابه أعتقد أن هذا له دلالات كثيرة أول هذه الدلالات هو الاهتمام الصيني بمنطقة الخليج العربي بشكل خاص وبالمنطقة العربية بشكل عام هذه المنطقة مازالت تمثل مصدرا رئيسا حتى الآن للوردات النفطية الصينية رغم أن الصين بدأت تعتمد على بعض الأقليم الأخرى يعني للحصول على هذه الاحتياجات أو الوردات النفطية ولكن مازالت المنطقة العربية ومنطقة الخليج بشكل رئيسي تمثل مصدرا رئيسيا لهذه الوردات أيضا حتى يعني مع رغم أن إيران تمثل مصدرا بجانب المصدر الدول الخليج العربي ولكن كما نعلم على خلفية الأزمة الأخيرة بين إيران واللوات المتحدة الأمريكية وحزمة العقوبات الجديدة ربما هذا سيؤثر على أو سيؤثر بالتأكيد على وضع إيران كمصدر للوردات النفطية ولكن الأمر في تقديري تجاوز مسألة النفط هناك سياسة صينية كبيرة للتوجه غربا بشكل عام خاصة في إطار ما طرح حول مبادرة الحزام والطريق التي طرحت في عام 2013 يعني الإقليم العربي ومنطقة الخليج العربي بشكل رئيسي بالإضافة إلى مصر أيضا تمثل أو تقع ضمن المكونات الرئيسية لهذه المبادرة فهي جزء من توجهات صينية كبيرة هي جزء أيضا من الاعتماد الذي مزال قائما للصين على المنطقة العربية كمصدر للنفط أنتقل إلى دبي وضيف سيد زيد هذه الزيارة وصفت بيئة تاريخية بالمقام الأول ما خصوصية هذه الزيارة للطرفين التي تجمع بينهما شراكة منذ زمن طويل أسس لها الشيخ زيد رحمه الله نعم حقيقة أن العلاقة الإماراتية الصينية ليست وليدة اليوم إنما هي تقريبا بدأت من 91 مع بداية الاتحاد وكانت دولة الصين من الدول التي اعترفت بدولة الإمارات كذلك قام المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان بزيارة الصين في سنة 90 وكانت هذه بداية حقيقية لتوطيد العلاقة الصينية الآن دولة الإمارات لها ثقل سياسي وثقل اقتصادي في الوطن العربي والخليج العربي كله له ثقله في العالم بالكامل كونه يتوسط العالم كونه ثقل اقتصادي كبير لا شك أن كثير من الدول الآن تنظر إلى هذه الدول بنظرة تختلف عن ما كان به في السابق دولة الإمارات الحمد لله بقيادة الحكيمة وبحب القادة والشعوب لقيادتنا ولدولة الإمارات تم اختيار دولة الإمارات كأول محطة للزعيم الصيني لزيارته مما يؤكد أهمية دولة الإمارات وهمية العلاقة التي ستنشأ العلاقة مثل ما قلت أنها نشأت سابقا وهناك كثير من المظاهر الاقتصادية بين الدولتين طيب اسمح لي أن تقل إلى الرياض عفوا للمقاطعة دكتور علي بعد 29 عاما هذه أول زيارة لرئيس صيني إلى منطقة الخليج العربي أهمية هذه الزيارة لمنطقة الخليج بشكل عام هل تمثل نفس الأهمية التي جاءت بالنسبة للإمارات العربية المتحدة؟ أمسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام الحقيقة تتميز العلاقات الخليجية الصينية بالبساطة والبعد عن التعقيد وتكمن في معظمها في الاقتصاد وذلك الأسباب كثيرة من ضمنها عدم وجود البعد الجغرافي ثانيا عدم وجود تاريخ دموي مشترك بين الدول العربية والدول الخليجية والصين وتكمن معظمها في الاقتصاد حيث أن الصين تعتمد على مواردها من النفط كثاني مستورد من الخليج والبيترو كيمويات وتستورد دول الخليج معظم احتياجاتها من هذا طبعا في الأون الأخيرة وطبعا مع الحرب الاقتصادية وجهة نظري طبعا الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت قد يكون أثرت في توجه الصين لدول الخليج منها زيارة أمير الكويت إلى الصين قبل أسبوع وزيارة الرئيس الصيني شي بنغ لإمارات العربية المتحدة بالأمس طيب أنتقل إلى استوديو دكتور نعلم أن هناك تحديات إقليمية وسياسية واقتصادية وعسكرية كيف يمكن تحويل علاقة التعاون المشترك بين البلدين إلى علاقة استراتيجية ما هي المحاور التي يتم العمل عليها الآن خاصة من خلال هذه الزيارة من أجل الوصول إلى هذه العلاقة الاستراتيجية في تقديري أولا يجب على العالم العربي أن يدرك طبيعة المرحلة التي تمر بها الصين حاليا الصين رغم أنها قوة اقتصادية كبيرة لديها وفرات مالية ضخمة سواء كاحتياطات نقدية أو وفرات مالية متاحة لدى المؤسسات مالية صينية سواء صندوق طريق الحرير أو البنوك الصينية المملوكة للحكومة الصينية رغم كل ذلك الصين ما زالت قوة اقتصادية بالأساس ربما في الفترة الأخيرة ظهرت بعض التطورات أو المؤشرات التي تشير إلى أن الصين بدأت تقدم نفسها قوة أمنية أو قوة تتحرك أيضا داخل المجالات غير الاقتصادية والتجارية مثل اهتمامها بالقضية السورية اهتمامها أيضا بإنشاء قواعد عسكرية خارج أراضيها وكانت هذه أول مرة تقوم الصين بإنشاء قاعدة عسكرية خارج أراضيها حدث هذا في جيبوتي رغم أن الصين ما زالت تتحدث عن هذه القاعدة بإعتبار على أنها قاعدة تمثل مصدرا لتقديم الدعم اللوجستي للقوات الصينية العاملة في مجال حفظ السلام المتشرف هل يمكن تكرار سيناريو جيبوتي في منطقة الخليج العربي أم أنها ربما موانع؟ فقط أنه سيناريو صعب لأن المنطقة الخليج تتسم بدرجة كبيرة من التسييس هناك حضور لقوة دولية أخرى الصين خاصة الولايات المتحدة الأمريكية الصين ربما لا تفضل يعني المزاحمة قوة أخرى وسياسات الخارجية تؤكد على أنها لا تتدخل في شؤون العربية على المتابعة لتاريخها الصين ما زالت تمسك بقوة فيما تعلق بمبدأ عدم تدخل في شؤون الداخلية تمسك بمبدأ السيادة بالمعنى التقليدي ولكن رغم كل هذا تظل هناك فرص كبيرة للاستفادة من الصين فيما تعلق بالقضايا الإقليم أولا كما لاحظنا في المنتدى الأخير المنتدى الوزاري لمنتدى التعاون الصين العربي الصين أعلنت عن حزمة من المساعدات الاقتصادية والقروض خاصة للدول المأزومة غزة أو السلطة الوطنية فلسطين اليمن سوريا وبالتالي هذا يمثل مؤشر لإمكانية الاستفادة من القدرات المالية الصينية لإعادة إعمار هذه الدول واستحضار الصين أيضا لإعادة بناء هذه الدول ربما يصبح هذا أكثر أهمية في لحظة عندما تخرج هذه الدول من أزمتها أيضا هناك حاجة عربية مساة للاستفادة من موقف الصيني فيما يتعلق بمبدأ عدم التدخل الصين تتمسك بقوة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية حتى للإعتبارات التي روجتها القوى الغربية سواء التدخل لحماية حقوق الإنسان أو التدخل لغشانة الوطنية هل سياسة الصين في عدم التدخل على مر السنوات الماضية في الشؤون العربية جعلت منها شريكا موثوقا أكثر من الغرب طبعا السؤال موجه لي نعم تفضل طبيعي زي ما ذكرت سابقا عدم وجود تاريخ عنيف بين الدول هذه والصين أتاح الفرصة للعديد من الثقة ويوجد عامل آخر وهو عامل عدم وجود سياسات توسعية لدى الصين منذ البداية منذ أجلس الصين هذه جعلتها شريك اقتصادي موثوق فيه طيب حجم حجم التبادل التجاري سيد علي الصين مع العالم العربي تبلغ حوالي مئة وواحد وخمسين مليار دولار نصيب الإمارات منها خمسين مليار تقريبا ماذا عن الخطط الخليجية في ضل هذه الثقة المتبادلة بين الجانبين لزيادة حصته في التبادل التجاري مع الصين خلينا أذهب بعيدا عن الموضوع الاقتصادي شوي إلى السياسة فمعظم منظر السياسة ومنهم هنريكي سنجر وعبدالله بالقزيز يرون أن استمرار النسق العالمي النسق العالمي الحالي لن يستمر طويلا في المنظور القريب سوف يتحول إلى نسق متعدد الأقطاب تدخل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي على الخط مع الولايات المتحدة طبعا هذا يجعل أن الدول العربية لازم تفكر على المستقبل البعيد على تعيز العلاقة السياسية والاقتصادية مع الصين هذا ما يتعلق ثانيا الصين وكما يعلم الجميع هي عضو مؤسس وعضو دائم العضوية في مجلس الأمن فهذا قد يدعم القضايا العربية الصين قد تتجه إلى الدول العربية بعد رفع المولايات المتحدة الحماية ضد الواردات الصينية التي وصلت إلى 550 مليار دولار هذا قد يدفعها إلى التوجه إلى الدول العربية وخصوصا دول الخليج لرفع التعاملات التجارية والاقتصادية طيب أنتقل إلى دبي سيد زيد ربما من خلال حديث ضيفي في الرياض هو يرى بتوجه الصين والاستفادة من منطقة الخليج العربي نظرا لعوامل ربما سياسية واقتصادية الآن ثلاثة أيام هي عمر هذه الزيارة جدول أعمال هذه الزيارة في اليوم المتبقي وأيضا ما تم الاتفاق عليه في هذه الأيام اليوم وأمس نعم نتج عن الزيارة كثير من الاتفاقيات بين الدولتين ومنها الاتفاق الكبير جدا بين عملاق النفط الإماراتي أدنك وعملاق النفط الصيني في أعتقد أنها امتياز لمدة أربعين سنة في أبوبابي كذلك هناك كثير من الاتفاقيات الجانبية هذا يدل على أن هناك تنسيق تام بين الدولتين أن الزيارة هذه أتت بثمارها أن دولة الإمارات والمنطقة ستستفيد من وجود الصيني في الإمارات ومنطقة الخليج سواء سياسيا أو اقتصاديا أعتقد أنه خلال اليوم غد سيختتم الرئيس زيارته أعتقد أنه ما قدم من خلال هذه الفترة من اتفاقيات وما تم إعلان عنه شيء كبير جدا تستحق الزيارة هذه الاتفاقيات وهذا التعاون طيب ماذا عن حضور ملف التعاون الثقافي والمعرفي في هذه الزيارة أيضا حضور ملف السياحة المتبادلة بين الطرفين نعم هناك طرح لملف السياحة الصيني ذكر بالتقارير أن هناك تقريبا مليون سائح صيني في 2017 هناك تعزيز لهذا المبدأ أو لهذا العدد في العوام القادمة هناك تبادل ثقافي هناك معرض الآن معرض الصيني الإماراتي أو أسبوع الصيني في الإمارات كذلك انتشار كثير للغة الصينية هناك تدريس للغة الصينية في مدارس الإمارات إذن نرى أن هناك امتزاج وطلبة من الإمارات كذلك يدرسون في الصين امتزاج ثقافي عجيب بين الدولتين أعتقد أنها ثمار للزيارات المتبادلة وتباركنا بهذه الزيارة الأخيرة نعم دكتور علي محمد يعني ما الذي تراه الإمارات من مميزات ونقاط قوى سياسية ديبلوماسية كانت أو سياسية مقدرات اقتصادية تجعل من الإمارات شريكا نموذجيا لإنجاح مبادرة الحزام والطريق الذي أتيت على ذكرها أكثر من مرة الصين بالنسبة لمنطقة الخليج العربي بشكل عام والإمارات يعني خاصة تمثل منفذ مهم للحفاظ على حالة التنوع في سوق الطلب على النفط بمعنى يعني في الفترة الأخيرة أدركت دول الخليج أن السوق الأسيوية بشكل عام تمثل مصدر رئيسي لاستقرار أسواق النفط وأيضا للحفاظ على حالة من التنوع وبالتالي وفي هذا الإطار بتأتي أهمية الصين لأنها تعتبر المستهلك الأول والأكبر في الصين في القارة الأسيوية وهذا الوضع للصين سوف يستمر أيضا في الفترة القادمة فبالتالي الصين تمثل للإمارات أهمية من هذه الزاوية أهمية الحفاظ على حالة التنوع في سوق النفط وعدم احتكار السوق الغربية أيضا لمسألة الصادرات النفطية الخليجية أو الإماراتية بالإضافة إلى ذلك يعني الصين تمثل مصدرا مهما يعني فيما تعلق بالحزام والطريق هناك يعني حرص أو في تقديره ستكون هناك مصلحة خليجية كبيرة وإماراتية لأن يكون لهذه المنطقة موقع على مبادرة الحزام والطريق لأن ما لم تقم المنطقة العربية بشكل عام والمنطقة الخليجية بالحفاظ على موقعها في هذه المبادرة سوف تتزايد أهمية أقليم أخرى على حساب المنطقة العربية وعلى حساب المنطقة الخليجية كمصدر أيضا للنفط يعني على سبيل المثال أسيا الوسطى تحظى باهتمام كبير جدا من جانب الصين في إطار هذه المبادرة وهناك مشروعات ضخمة لنقل الطاقة والنفط والغاز من هذه المنطقة إلى الصين وبالتالي ما لم تقم أو تحافظ الدول الخليجية على موقعها في هذه المبادرة أعتقد ربما تتراجع أهميتها فيما يتعلق بموقعها كمصدر للنفط لأنه كما نعلم منطقة الخليج بتعاني من مشكلة وفقا للإدراك الصيني أن هذه المنطقة بتتسم بدرجة كبيرة من التسييس درجة كبيرة أيضا من خطورة إمكانية عدم تضفق النفط من المنطقة لأنه يمر بمضايق ربما يعني هناك وجود أكبر لولايات المتحدة الأمريكية هناك دول يعني تتحكم أو تستطيع أن تتحكم في بعض الممرات على خلفية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال مضيق هرموس وهو موقع ودور إيران في هذا المضيق وبالتالي للصين اتجهت في الفترة الأخيرة وفي سياق أيضا مبادرة الحزام والطريق أن تهتم بأقليم أخرى ويمكن أن تمثل مصدرا كبيرا للطاقة في الفترة القادمة بهذا المعنى فالصين وموقع أو تأمين موقع لهذه المنطقة العربية بشكل عام ولمنطقة الخليج على مبادرة الحزام والطريق يمثل أهمية كبيرة للإمارات وأهمية كبيرة لمنطقة الخليج العربية هذا بالإضافة طبعا إلى الأبعاد السياسية التي أشرت إليها مازال هناك مصلحة كبيرة للعالم العربي للحفاظ على تمسك الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بمبدأ احترام مفهوم السيادة بالمعنى التقليدي لأن هذه المفاهيم الأساسية التي قام عليها النظام الدولي عقب الحرب العالمية الثانية ومازال هناك مصلحة عربية فيها التمسك بهذه المفاهيم على حساب المفاهيم التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية مفاهيم مارينة للسيادة مفهوم مارينة مفاهيم مارينة أيضا في ظل هذه الأبعاد السياسية دعني أنتقل إلى دبي سيدة الشمسي في ظل هذه الأبعاد تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يصب في مصلحة الجانبين بتسريع عجلة التنمية والاستثمار في ظل الملفات الإقليمية والصراعات المشتعلة الآن ما هي أليات تنسيق المواقف بين الجانبين وهل تم طرحها بالفعل في هذه الزيارة؟ ممكنني عدد السؤال الذي لم أسمعتك؟ نعم أتحدث عن الملفات الخاصة بالصراعات القائمة الآن نقاط الخلاف والالتقاء يعني تبدو أن نقاط الالتقاء أكثر من نقاط الخلاف التي تكاد تكون معدومة بين الجانبين تحقيق الاستقرار الأمني يدفع بعجلة التنمية التي يرجوها الطرفين فما هي أليات التوافق في المواقف بين الجانبين لتحقيق هذه التنمية؟ لا شك أن الجانبين يرون أن السلام في المنطقة هو من أهم العوامل التي ستدفع المنطقة إلى الاستقرار الاقتصادي والتنمية والتطوير السريع وهذا لا يختلف عليه اثنان لذلك أعتقد أن هناك اتفاق في وجهات النظر في جميع الملفات الموجودة أو في معظم الملفات الموجودة في المنطقة لأن المنطقة لا يخفى على أحد أنها منطقة صاخنة أنا أتكلم عن منطقة الشرق الأوسط وهناك الحمد لله بوادر إلى مستقبل آمن أكثر سلاما في السنوات القادمة على ما نراه أو ما يتم قراءته في الملف السياسي أعتقد أن جميع الدول سواء دول الخليج أو الدول الكبرى الاقتصادية والصين بالأخص سترى أن استقرار منطقة الخليج وأمنها هي من الأشياء التي ستتوافق عليه وأنها ستكون من ضمن المؤشرات الجيدة للاقتصاد العالمي استقرار المنطقة أكيد مؤشر جيد هل هذه الصراعات أنها عكست بشكل أو بآخر أو الملفات الإقليمية أنها عكست بشكل أو بآخر على النقاش في هذه الزيارة لا شك أن أي مستثمر أو أي استثمار في المنطقة ستكون جميع الملفات مطروحة أمام هذا القادم من الشرق الصين لا أعتقد أنها ستقوم بأي استثمار أو بأي تعامل اقتصادي إذا رأت أن هناك مخاطر على استثمارها إنما قراءاتها يجب أن تكون أن هناك استقرار مستقبلي خاصة في دولة الإمارات وهي ما بدأت فيه على أساس أنها تنتشر في المنطقة فيما بعد إذا كان هناك استقرار أو أن هناك مؤشرات أكثر استقرارا للمنطقة أمنيا وسياسيا شكرا جزيلا لك من دبي يا سيد زيد الشمسي رئيس نقابة المحامين بالإمارات أيضا شكر منصول يا سيد دكتور رياض علي القحطاني أستاذ القانون الدولي وأشكر في الستوديو ضيفي تور محمد فايز فرحات المتخصص بالشؤون الأسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مشاهدين متواصلون معكم في وراء الحدث نتابع فيه بعد الفاصل بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي عن 73 الجيش السوري في طريقه لتحرير القنيطرة من قبضة المسلحين فماذا بعد أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من وراء الحدث القوات السورية باتت قاب قوسين أو أدنى من استعادة السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وتحرير محافظة القنيطرة من المسلحين بعدما حررتها أول مرة من الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 73 وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم مع المسلحين برعاية روسية وهنا يثار عدد من التساؤلات لعل أهمها ماذا بعد القنيطرة وما هو مصير اتفاقية 74 بين سوريا وإسرائيل وهل ستعود إدلب إلى حوزة الجيش السوري بنفس الطريقة أم أن لإدلب شأن آخر كل هذه الأسئلة وغيرها هي محور حديثي مع ضيوفنا في الجزء الأخير من حلقة الليلة من وراء الحدث ولكن بعد هذا التقرير بمغادرة هذه الحافلات قرية أم باطنة بريف القنيطرة الجنوبي حاملة على متنها مسلح المعارضة الرافضين لتسوية أوضاعهم تلحق القنيطرة بركب اتفاقيات التسوية في الجنوب السوري لتمهد بذلك الطريق أمام الجيش لاستعادة السيطرة عليها اتفاق القنيطرة الذي تم التوصل إليه برعاية روسية يقضي بوقف إطلاق النار وخروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع من يرغب في البقاء وانتشار الجيش السوري في المواقع التي كان فيها قبل عام 2011 كما نص الاتفاق على تسليم فصائل المعارضة سلاحها الثقيل والمتوسط على أن تدخل شرطة مدنية سورية إلى مناطق وجود الفصائل في المحافظة والمنطقة العازلة ومن شأن استعادة الجيش السوري للقنيطرة إنهاء عملية عسكرية معقدة نظرا لحساسية الموقع الاستراتيجي للمحافظة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ورغم أن مساحات من الأراضي السورية لا تزال خارج سيطرته إلا أن تقدم الجيش السوري خلال العامين الماضيين مكنه من تضييق الخناق على مسلح المعارضة التي لم يتبقى تحت سيطرتها سوى معقل كبير أخير في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا وهي المنطقة التي تمتد من محافظة إدلب إلى مدينة جرابلس شمال شرقي حلب وسيعقد انتشار الجيش التركي في تلك المنطقة أي مكاسب أخرى للجيش السوري بينما لا تزال مناطق كبيرة في شمال شرق وشرق البلاد خارج هيمنة الجيش السوري وتسيطر على هذه المناطق فصائل يقودها الأكراد بدعم من الولايات المتحدة وعلى جبهة أخرى في سوريا استكمل إنهاء تنفيذ اتفاق لإجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفرية في محافظة إدلب إلى مناطق تحت سيطرة الجيش السوري في محافظة حلب المجاورة موسيقى وينضم إلينا من موسكو دكتور بوريس دولغوف كبير الباحثين بمعهد الاستشراق في أكاديمية العلوم بموسكو من بيروت أيضا ينضم إلينا سيد لقمان سليم المحلل السياسي وأبدأ معك سيد لقمان التسوية في القنيطرة باتت أسهل وأسرع من تلك التي تمت في درعة ما السبب في اعتقادك؟ مساء الخير بكل بساطة يا سيدتي ما نشهده اليوم في سوريا سواء في جنوب سوريا في القنيطرة أو في الشمال من خلال إجلاء سكان الفوعة وكفرية هو ثمرة تفاهمات تصل أحيانا إلى حد الاتفاق بين القوى الكبرى التي تتلاعب اليوم وتتحكم بمصير سوريا كمساحة جيوسياسية هذه النقطة مهمة للغاية لأن كل هذه التفاهمات لا يتدخل فيها السوريون إلا كمنفذين سواء من جهة النظام أو من جهة البعارضة فيما يتعلق بالقنيطرة تحديدا وكما جاء في التقرير فهذه المنطقة عالية الحساسية للغاية كونها تمثل خط التماس الذي انتهت إليه الحرب السورية الإسرائيلية في العام 73 وانتهت إليه الاتفاقات فضل اشتباك ومن هنا جاء الدور الروسي الرئيسي الذي عمل على مجموعة مسارات متوازية فمن جهة عمل اللاعب الروسي على التفاوض مع إسرائيل من جهة أخرى عمل على التفاوض مع الأردن لإخراج الميليشيات القريبة منها ومن جهة ثالثة ولعل هذا هو الأهم أعاد تفعيل الاتصال غير المباشر بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي من خلال قوات الإندوف أي قوات المتحدة وبالتالي فما جرى في القنيطرة هو اتفاق دولي لأن كل ما جرى عملية يجري على خلفية مفهوم ولكن ما الذي جعل المعارضة في القنيطرة بالتحديد تسارع يعني لم يستغرق الموضوع وقت طويل لكي تخرج بهذه السهولة هل تخاذل الدول التي وقعت على اتفاق وقف التصعيد أو تخفيض التصعيد أم أنهم بحسبة عسكرية أدركوا أنهم غير قادرين على الصمود في ظل ربما غطاء جوي روسي قد يستخدم نظام الأرض المحروقة لإخراجهم يعني بكل بساطة وصراحة يا سيدتي أظن بأن ما نسميهم فصائل المعارضة لم يكونوا يملكون قرار البقاء أو عدمه وما إن جاء الأمر بالانسحاب أعني ما إن شعروا بأن التخلي السياسي يترافق مع تخلي عسكري وبأنه لا مجال أمامهم إلا الخضوع سلموا بالأمر الواقع ولكن الأمر المهم في كل هذا هو أن هذه الفصائل التي كانت منتشرة في الجنوب كانت تعرف جيدا بأن مجرد بقاءها هناك هو رهن بترتيب وبقرار من جهة رعاتها وبالتالي فأظن بأن ما جرى هو نهاية قصة معلنة ولا مفاجأة في ذلك على الإطلاق تماما كما أن نقل سكان الشيعة وكفرية القريتين الشيعيتين في محافظة إدلب جاء نتيجة اتفاق روسي تركي صريح سيد تحتت عن هذه النقطة بالتحديد لاحقا ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي من موسكو سيد دولغف يعني عودت الجيش السوري إلى الوضع قبل 2011 أي إلى المناطق التي حددها اتفاق 74 جاء بشرط إبعاد إيران كيف تضمن روسيا عدم عودة الإيرانيين مرة أخرى للاقتراب من هضبة الجولة؟ طبعا توجد هذه الاتفاقية أظن بين الإيران وروسيا وأيضا مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل أيضا بالنسبة للحل هذا السؤال يعني خروج الكوات الإيرانية من هذه المنطقة وأظن لأن هذا الحاليا هذا يعني السؤال يعني في تاريخ ينفذه بس أنا أعتقد لأنه طبعا لدي إيران توجد المصالح وتوجد يعني بعض الأسئلة بالنسبة لهذه المنطقة بس على كل الحال الروسية لا تريد المواجهة مباشرة بين الكوات الإيرانية أو خلفاء إيران والكوات الإسرائيلية وأيضا المواجهة بين المواجهة مباشرة هل نستطيع أن نقول سيد دلغف عفوا للمقاطلة هل نستطيع أن نقول أن هذا الابتعاد قد يكون ابتعادا تكتيكيا أو ابتعادا مؤقتا سيكون مرتبط بالأحداث على الأرض خاصة وأن إيران وفقا لمراقبين لن تسمح بالخروج من المشهد السوري الذي أعدت له حتى منذ الثمانينات لجعلها ضمن مشروعها الإقليمي طبعا هذا السعب بس أنا أكرر حاليا الموقف روسيا روسيا لا تريد هذه المواجهة بين الكوات الإيرانية أو خلفاء الإيرانيين إيرانية ما الكوات الإسرائيلية وفقا لي هذه الاتفاقية الكوات الإيرانية تخرج من هذه المنطقة ولي أظن أن الإيران يريد أن يرجع إلى هذه المنطقة بدون اتفاقية مع الخلافة مع روسيا مع تركيا ومع الحكومة السورية طيب أنتقل إلى ضيفي من بيروت سيد لقمان لماذا استثنيت هيئة تحرير الشام من الاتفاق؟ يعني بكل بساطة الجواب مضمن في السؤال فهي في نفس الوقت استثنيت باعتبارها أو باعتبار ما يحوم حولها من شبهات بين هلالين إرهابية ولكن هذا الاتفاق ما كان له أن ينفذ لو لا رضاها وبالتالي فهذا الاستثناء هو استثناء مجازي وبلاغي لا أكثر ولا أقل وبالتالي لا أظن بأن هل له علاقة برفض دمشق الشروط التي وضعتها هيئة تحرير الشام للخروج وهو تسليم أو أخذ أسلحتها الثقيلة وسياراتها ما رفضته دمشق؟ هل هذا هو السبب؟ يعني بطب أن هناك سببان أولا هناك سبب يتعلق بالشروط ولكنني أظن بأن هذا السبب هو سبب ثانوي ولكن هناك سبب ثاني لعله أهم على المستوى استراتيجي وهو ما يعتمل في أوصات الجماعات السنية المتطرفة من نقاشات ومن خلافات وبالتالي أظن بأن هذا الأمر لربما لن يكون له تأثير كبير في الوقت الراهن باعتبار أن المعطيات العسكرية الميدانية شبه محسومة ولكنه أمر يستوجب المتابعة لما سوف يكون له من تأثيرات لاحقة لأن هيئة تحرير الشام كما غيرها من الجماعات لا شك بأنها سوف تخوض في مراجعات وأن هذه المراجعات سوف تؤدي بها لربما إما إلى مزيد من الانشقاقات وإما إلى بروز تحالفات جديدة ولكن هل ستتركها إسرائيل موجودة في هذه المنطقة الحساسة هل لازال التفاوض قائما كيف سيتم التعامل معهم مستقبلا إذا لم يتم الخروج من هذه المنطقة يعني أظن بأن الأمر هو قيد البحث بين جميع الأطراف وأن ما يجري اليوم هو من باب رفع الثمن لأن من يصمد بين هلالين اليوم في هذه المنطقة إنما يعد نفسه للانسحاب ولكن بعد رفع فلنقل سعره فاليوم لا أظن بأن بقاء هذه المجموعة في هذه المنطقة رغم أهمية هذه المنطقة أمر حاكم على مسار الأمور طيب أنتقل إلى موسكو سيد دولغوف تزامن اتفاق القنيترا مع اتفاق روسي التركي بإجلاء سكان الفوعة وكفرية المحاصرتين من قبل هيئة تحرير الشام مقابل الإفراج عن معتقلين ماذا تقول في توقيت هذا الاتفاق وما أسبابه؟ طبعا هذا الاتفاق شيء مهم فعلا لأن هذه المنطقة منطقة استراتيجية بنسبة للحكوم السورية وأيضا هناك السؤال المهم بالنسبة لهذا المرتفعات غولان لأنه فعلا هذا السؤال سؤال المهم لأن هذه المنطقة بإعتبارها محتلة بإسرائيل بس على كل حال هذا الاتفاق شيء مهم مهم جدا ونحن نرى حاليا أنه معظم من الأراضي السورية حاليا حررت بالجيش السوري الأربي الحكومي وهذا الشيء إيجابي بالشك وهذا على أساس هذه النجاحات للجيش السوري ولي على أساس هذه الاتفاقيات بين كل الأطراف كل هذا يفتح الطريق نحو الحل الأزمة في سوريا عن طريق السياسية سيد لقمان من بيروت متى من المتوقع أن تكون معركة إدلب وهي التي ستكون في المرحلة القادمة وكيف ستتم؟ هل ستتم بنفس الطريقة التي تمت في الغوطة والريف الشمالي في حمص وفي حمص والجنوب أم ستكون هناك سيناريهات أخرى في ظل الخصومة بين دمشق وتركيا؟ يعني يبدو من سؤالك وكأنك تتنبئين بأن هذه المعركة حاصلة لا محالة وهذا ما لربما أخالف عليه على الأقل في المدى المنظور فنحن اليوم أمام اتفاق روسي تركي شبه واضح وصريح بأن منطقة إدلب سوف تحيد في المرحلة الراهنة لا سيما وأننا نعرف جميعا بأن الشمال السوري ليس شمال سوريا فقط ولكنه مصدر قلق وصداع أساسي لتركيا نظرا لما تؤويه هذه المنطقة من حركات كردية وبالتالي لا يمكن أظن أن نقارن ما يجري في إدلب بما جرى في مناطق وسط وجنوب سوريا اليوم لا بد من ضمنات كثيرة تعطى لتركيا قبل أن توافق تركيا على أن تجري معركة أو على أن تحاصر هذه المنطقة يعني على عجالة مفهوم ولكن على عجالة إنه انتهى وقت البرنامج اتفاق خفض التصعي في إدلب ينتهي في التسع عشر من أيلول المقبل ماذا بعد انتهاء هذا الاتفاق كيف ستكون الترتيبات على عجالة إذا سمحت بكل بساطة تجديد هذا الاتفاق وفق الشروط الجديدة التي نراها والتي تنص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بعض المناطق بكل بساطة نحن مقبلون على اتفاق جديد ولا أظن بأن إدلب سوف تكون في مقدم الأحداث خلال الفترة المقبلة شكرا جزيلا لك كنت معي من بيروت سيد لقمان سليم المحلل السياسي أيضا من موسكو عشر الدكتور بوريس دولغوف كبير الباحثين بمعهد الاستشراق في أكاديمية العلوم بموسكو إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من وراء الحدث إلى اللقاء اشتركوا في القناة